يسعد ايام قناة وعدكم بكل حيل اليوم زيت بشرح تصبيق مونتاز كتير حلو يعني الناس اللي تعمل يوتيوب الناس اللي تعمل تيك توك الناس اللي تحب تصمم ستوريات عن جد طريقته كتير سهلة ومعنا معقد مثل بعض البرامج طريقته سهلة وبسيطة فيه حيال كتير حلوة ومميزات عن جد رائعة بس بالبداية اتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يسهلكم كل جديد وفضلا تطعموا القناة بلايك انا رح خليلكم رابط البرنامج بسندوا الوصف حتى تنزلوه وتجربوه بالطريقتكن انتو رح فوت على البرنامج رح تكون الواجهة بهذا الشكل رح اضغط على البلاس رح تطلع لي هاي القائمة هلأ لدي نوح على قصة انو البرنامج عامل قصة انو هو بيعطيك فيديوهات وانت فيك تعدل عليها فيك تحطلها موسيقى او تزيد عليها الصور او شي بس عن جد افكار كتير حلوة ورائعة للناس اللي بتحب تنزل عطول شغلات جديدة وحلوة هلأ انا رح روح وعمل منتاج لفيديو انا من عندي لو بدك تصمم الفيديو رح تضغط على زر الستوريا وانت تضغط صور والموسيقى اللي بدك ياها عنا هون اضغط اول خيار واخد مثلا هاد الفيديو تمام انا رح حدد عليه هلأ انا هون اول شي بالبداية خيارات رح ااخد اول خيار باهل الشاشة انو انت الفيديو رح تصممه لأي يوم كيوتيوب انستجرام تيك توك او رح تكون قديش نسبة الفيديو كأياس للشاشة تمام انا لو بدي يا انستجرام رح يكون بهذا الشكل لو بدي يا يوتيوب رح يكون بهذا الشكل رح نجل لتاحت ونقولها الاول خيار انو هاد لو بدك تضيف للفيديو موسيقى مثلا انا ااخد مقطع من مسلسل تمام بس انا بدي حدله بس موسيقى فيك تحكم بهذه القصة عنا تاني خيار لو بدك تضيف نص للفيديو او بتخلي مثلا اسمك للفيديو تعمله بحقوقك الشخصية تمام عنا هون تالت خيار لو بدك تضيف صورة للفيديو كمام بتصير هاي القصة وقصة كتير حلوبة وبسيط تمام لو بدك كمان تقص الفيديو انا رح اضغط علم اس وقص هذا المسلان هاي الناح رح فين اسمعي بدي لت تمام انا عندي مثلا هاد المقطع لو بدي اعمل له فلتر كمان فلاتر جاهزة وكتير حلوين وفيكن تشوفوهون وتجربوه كمان في عنكن هون حيال المونتاج كلها موجودة عنكن يعني ما بتحتاجوا اي تطبيق تاني تمام يعني الاساس كلها يروعه ما في احلى من هيك لو مسلا انت بدك تعمل تسريع للفيديو او تبثى مثلا هيك يعني اساس منتاج كتير روعه فيكن تعملوا اكتر من قصة فيو لو حبيتوا تضيفوا فيديوهم من الهن المختاري لكم يوم من البرنامج عطيكن اقتراحات كمان فيكن تضيفوا عليه لانه لانه فيك تضيف اكتر من فيديو وتعدل مثلا انا لو بدي صوت الفيديو وطي هيك وضيف انا ونعندي منصيقه او لا بدي صوت الفيديو ده الكامل كمان ما في مشكله ورح تزبط معاك القصة كلها كاملة مثلا انا لو خلست كلها الاعدادات وبدي احفظ الفيديو رح اضغط على اعلى الشاشة على هاد الخيار تمام انا رح خلي هاد الخيارات هيك حتى يكون عندي الفيديو بكامل جودته وجودة كتير حلوة ورح اضغط على صاح رح ياخد معي وقت اصير الفيديو حتى ينحفظ عندي لو بدك تسجله باسم فيك تسجل ما في مشكله انا عافته بدون اسم الفيديو حاليا تمام هون ترا عندي الفيديو اللي انا حفظته لو دخلت على بلاس واخدت اخر خيار رح يعطيني الفيديو اللي انا عملته لو بدي اعدل عليه كمان فيني اجراء اعمل الخيارات وعدي لها الفيديو اللي انا صنعته بتتمنى انه يكون البرنامج عجبكم وشي رح يكون منيح وفضلا منكم انكم تدعموا القناة بلايك وتشاركونا بالتعليقات لو زربتو البرنامج وحبيتو شكرا كتير ايكا للمتابعة شكرا شكرا